نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا تتضمن إنفوغراف يصلت الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم بفضل تسعة سنوات من مشروعات الإزدواج والتطوير والتوسع والتعميق وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة سويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة حيث بلغ 9.4 مليار دولار في عام 2022-2023 مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013-2014 كما لفت التقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة سويس بنسبة 55% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة في عام 2022-2023 وهي الأعلى في تاريخ القناة مقابل 16.7 ألف سفينة في عام 2013-2014